أجهزة كثيرة دخلت حياتنا وغيرت الكثير في شيء تغير بحياتك بعد الأجهزة الذكية ليس بشكل عام ولكن فقط قليلا نظري لأنه بالفعل أنا أرى أنه يؤثر نوعا ما على القدرة البصيرة أنا رح أخبرك شو تغير بحياتي بعد الحديث أكثر اليوم تقدم التقني الهائل الذي نعيشه هذه الأيام خاصة في ظل سيطرة الهواتف الذكية على معظم مفاصل حياتنا اكتسبنا مهارات جديدة وفقدنا الكثير من مهارات كل مفاصل حياتنا مهارات أساسية كنا فقدناها كمان من شاء الله صحيح يعني في حين أيضا يؤكد مختصون أن المهارات تكتسب وتفقد مع تغير علمات الحياة ومستواها ولكن البعض الآخر يشيرون إلى أن الاعتماد على التقنيات والأجهزة الذكية قد أفقدت الإنسان المعاصر كثيرا من قدراته العقلية وحتى الاجتماعية رصدت صحيفة تليغراف البريطانية بعض تلك المهارات والتي اختفت أو كادت بعد أن حل محلها الأجهزة الذكية يعني نتحدث هنا عن الكتابة اليدوية إلى أيضا حد أن مهنة الخططين أيضا كادت أن تندثر تماما هناك أيضا مهارة حفظ أرقام الهواتف وتذكورها وإضافة إلى الرياضيات الذهنية والقدرة على الحساب السريع بالإضافة أيضا إلى كتسب العالم من خلال الموصعات والبحث في المكتبات العلمية ومع انتشار أيضا الكاميرات الرقمية أصبح الحصول على صور مطبوعة أمرا نادرا بينما أدى انتشار التقنية إلى فقدان أو فقدان الكثير من مهارات التواصل الاجتماعية التقليدية مثل التحدث إلى الغربة التحدث إلى الغربة ما كان بجوز بيشلة من المهارات اللي كانوا بيفرضوها علينا أهلنا كان دائما موضوع مخيف نرحب هنا معنا في الاستوديو بخبيرة التنمية البشرية ميس مالكاوي أهلا بكي ميس معنا في سكاينيز عربية أهلا بكي باليوم عم نتحدث عن مهارات تكاد تختفي هل اندثار المهارات أمر طبيعي مع تقدم المجتمعات أكيد مع تقدم المجتمع وتقدم تقنيات التكنولوجيا صار الإنسان كتير بيعتمد عليها وقل اعتماده على عقله وذاكرته فبالتالي في كتير مهارات بلشت تضمحل عنا وبلشنا نفقد شوي من تركيزنا وقدرتنا على الاعتماد على ذاكرتنا ففي كتير ناس مثلا بتعاني من تشطط التركيز بتنسى كتير ما بتعرف تحفظ أرقام وهذا الشي بخلينا شوي لقدام نفقد هاي المهارات ونفقد قدرتنا على الإبداع وأنه نعمل أشياء جديدة ولكن مايس دائما يعني خلال السنوات الماضية الإنسان عنده بطبيعته يعني يتأقلم مع التغيرات عبر الزمن هل برأيك نحن اليوم يعني قادرون على التأقلم مع هذا التغير يعني النمط السريعي يمكن لهذا النوع من التغير أكيد هو التغير بأنه التكنولوجيا هي شيخ ترعه الإنسان لحتى يسهل حياته ولكن اللي عم بيصير أنه إحنا عم نتمادى شوي باستخدامه لحتى بلاش يحل محل الإنسان يعني أنا مثلا إذا عم بعتمد على جهاز الكمبيوتر بإني أنا عم ببعث إيميل أو بريد إلكتروني فأنا بالتالي لما يطلع عندي أخطاء لغوية ما بنتبه أصلا شو عم بيصير معاي فإذا مسكت الورق أو الألم رح أرتكب أخطاء وأنا عم بكتب وهذا الشيء بيأدي برضه لمشاكل عندي بقدراتي العقلية والعقل هو عبارة عن عضلة يعني زيها زي أي عضلة بجسم الإنسان محتاجة للتمرين لحتى تكون أقوى ولحتى تتطور إذا أنا ما استخدمتها فهذا شيء خطير بس ما يس حتى ما نظلم التقدم كتير يعني ونحكي أنه هو مؤثر بشكل سلبي كمان في مهارات جديدة تطلع كمان في مهارات تكبر عند الإنسان حتى منذ الولادي بتعرفي من يعني جاء إلى الحياة وشاهد الكمبيوتر أمامه مش زينا نحن كنا في عمر متقدم والكمبيوتر أو الأجهزة الذكية كانت في مرحلة معينة في فترة المراهقة أمامنا واحتجنا إلى صعوبات أكتر للتعرف عليها اليوم في مهارات كمان إيجابية مضبوط أكيد في مهارات إيجابية أكيد أنه هي هي شيء عظيم اللي وصلنا له بس أنا مثلا بشوف شوي الفرق بيننا وبين الجيل الموجود أنه هو شوي حرم من الأشياء اليدوية زي الطفل اللي أنا بخليه مثلا يلون باستخدام تقنيات الآيباد فبالتالي التلوين مهارة جدا جميلة لأنه إذا مسك ورق أو ألم ولون هو هون يحفف الضغط كمان أحد وسائل سريب معالجة الضغط عفواً التوتر والألاء وبتساعده يركز أكتر يختار اللون يضله جوه الخط هذا شيء أبداً ما بيعمله إذا هو عم يعطي مدعه للآيباد على كل حال يعني كنا نمدي ساعات في أيام الدراسة ساعات فقط للقيام بدروس الخط نحن كان عقاب عن ما يشير مكان لكن أنا أخذ دروس عن جد في الخط وفي الكتابة اليوم يعني هل برأيك أيضاً على الأهل المسؤولية ميزة أنه بحماية هذه المهارات يعني هل إذا فقدناها يعني فقد المجتمع فقد أطفالنا هل يمكن أن يؤثر أيضاً أو عن ما على قدراتنا العقلية طبعاً طبعاً أكيد رح يأثر لأنه أشياء نحن ما بنعرفها كتير ولكن الأصل أن نكون أوعى فيها الكتابة باليد والمحافظة على الخط هي عبارة عن مهارة عقلية بتخليني أستخدم الجزء الأيمن والأيسر من عقلي فبالتالي كلما أنا طورت هذه المهارة بصير في عندي انسجام أكتر بين هدول الجزئين بصير قادرة أكتر أني أنا أأدي مثلاً وظيفتين أو شغلتين بنفس الوقت أركز أكتر أختار المعلومات اللي هي مناسبة للإشي اللي بدي أنجزه بينما أنا إذا ما عندي هذه المهارة فبالتالي ما عندي هذه الفائدة عقلي ما عم بتطور بهذا الاتجاه بس ما يسل مشكلة بالنظام التعليمي أنا موجودة نظري لأنه الوقت الذي يقضي الطفل اليوم مع المدرسة وزملائه في المدرسة هو وقت أطول بكتير من ما يقضي مع أهله وكونه بأشغالهم مفهوم التنمية البشرية مش موجود بمدارسنا مش موجود بالنظام التعليمي يعني ما في شخص بالمدرسة يعنى بالتنمية البشرية إلا المعلم يعني وهو غير أكاديمي بهذا الجانب ما عم بتشوفي أنه يعني حان الوقت ليصحى المجتمع التعليمي بالعالم العربي أكيد طبعاً هو المفروض نحن نلفت النظر لهذه الأشياء كلها هلا يمكن ما في شخص متخصص بالتنمية البشرية بالمدارس بس دائماً هو يمكن الواجب الأكبر على المعلم اللي يكون أوعى بهذه الأمور وبتخيل مظبوط مفروض يكون في شوية توجه نحو أنه يعني نستفيد من التكنولوجيا بطريقة أنها هي برضه تحمينا كبشر ونقدر تحمينا من نفسنا تحمينا من نفسنا وتخلينا نقدر أكثر مهاراتنا العقلية لأنه العقل شيء كثير عظيم يعني لازم نطوره هلأ اليوم نحن نتحدث عن مهارات الكتابة والخطوة إلى ما هناك ولكن نكمل بالمستقبل أيضاً تتغير المعايير وتتغير أيضاً نظرتنا إلى هذه المهارات شو برأيك يمكن مايس بينتظرنا بالمستقبل يعني نلاحظ اليوم ظهور الروبوت وظهور أنواع جديدة من التكنولوجيا يعني بالكاد يعني نلحق يعني نتعرف عليها ها فكرة بأثر عليك مايس الموضوع لأنه أنت في شغل في تنمية البشرية تصير الموضوع تحول تنمية روبوتية هلأ يعني ما بدنا نشوف نحن شوي نظرة تشاؤمية للموضوع بس أكيد إذا بيستمر الموضوع بهذه الطريقة الإنسان بيصير يعني الأجهزة أهم منه لأنه يعني مش عم يقدر يحفظ إشي مش عم يقدر يركز مرات إحنا ما بنقدر نروح بيوتنا إذا ما عنا جهاز بالسيارة لحتى يدني على بيتي فيعني بتخيل موضوع خطير لا مفروض ننتبه له أكتر من هيك عم بتشوفي كمان أنه المراحل العمرية بتختلف مايس هلأ يجي بتعامل مع كل مرحلة عمرية بطريقة بتختلف أكيد ستكون بطريقة بتختلف ولكن ما في منهجية حتى موازية للتعليم عم بتعامل المراحل العمرية بطريقة مختلفة حتى بوسأل الإعلام عننا اليوم أكيد هلأ كل مرحلة لأنه الوعي بيختلف بين الطفل وبين المراهق وبين الشخص الكبير فأنا إذا عم بحكي مع الطفل ما رح أشرح له كل هاي المعلومات لكن أركز بإني أنا مثلا أعطي مهارات يدوية أكتر يعملها خليه يقرأ أكتر من كتاب يعني من خلال كتاب قصدي بس إذا أنا عم بتعامل مع شخص كبير هو يعني أوريدي خلاص بلش كتير يعتمد على التكنولوجيا لازم يفهم يدرك هذا الموضوع بشكل يعني أوعى فأكيد العمر لازم يؤخذ بعين الاعتبار يعني هذا دعوة من خلالك مايس لتمرين عقلنا بشكل يومي وحفظ الأرقام وما ننسيهم شكرا جزيلا على مشاركتك معنا خبيرة التنمية البشرية مايسمى الكهو أهلا وسهلا شكرا كتير لكم أحنا